على الدين كانت هي سبب الطلاق اللي الدكتورة بتقول عليه العلمانية الحرية الغير مسؤولة مطلوب نبقى احرار مش نبقى عبيد لكن كمان مطلوب ان احنا نتمسك بقيمنا وباخلاقنا الدينية. ما اصلا انت ما تقول لي مفهومك دايب انك عايز تقولي ان الانحلال اللي تفشى فيه انحلال تفشى. طبعا فيه انحلال لا في الشكل. لا 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 لا. خلينا. خلينا يعني انا عايز اوجه. السلوك الادبي. السلوك الادبي للمجتمع احسن بكتير من زمان. لا لا لا. ها طبعا. التدين. انت عايز تقول لي. عايز تخمعني. ان انا ابني بيعملني زي ما انا كنت بعمل ابويا. لا. مش بنظريت. مش بنظريت ست سيد. لكن النهاردة التدين داخل الشباب. يا كانت لما الست بتغضب ابوها او اخوها بياخدها يودها بيت جزء. كبير العيلة بقى. ده موضاتين. ده موضاتين. النهاردة ابو الله انا هجيب وهطلع عينه عن ابوه وعن اللي خلفوه وهعمل واسوي وياخدها بدل ما ياخدها ويروح يودها الجزء وقول له اخي احترم نفسك وعيب. ده انا جبتها لك. وكان يهد الامور كتير. لا ده بياخدها ابو عمل معاك ايه. ده جبتها. ده رجع يا فندم لان معاتش. كبير. معاتش كبير للأسرة. بقى فيه تفتت. بقى فيه. طب ما احنا عايزين نحمل أسرة. بقى فيه الحلال اخلاقي. بقى فيه الحلال اخلاقي. من. من. انت عارفة ده ده كله. ده كله جاي لنا. غياب الضمير خلى كله. يا فندم لا الضمير الضمير غايب من زمان. لكن هي المشكلة ايه? المشكلة ايه? المشكلة ان احنا تشبهنا بالغرب. والغرب فيه الحلال اخلاقي. فاحنا حتى اللي فينا عمره ما ايه لا كلمة ولا حرفين انجليزي. بقى اقولك ايه ايه ام شهور. يعني كلنا بقىنا اجانب وكلنا بنادعي الافرنجية. يعني احنا. لما نبدأ نعمل اعادة الصقافة الاوروبية. واحد. يا سياد لما نبدأ نعمل اعادة اصلاح وتأهيل تاني من جديد. عايزة يا فنديم. عايزة ان احنا تشبه بابتنا ما نتشبهش بي. احنا عايزين نمش في كل خطوط متوازن. يا فنديم. يا فنديم احنا دلوقتي بنعمل اصلاح وبناء. يبقى كل في خطوط متوازن. لما شبابنا لبس بناطيل مقطعة تشبها بمايكري جاكسون وأشكاله ودي بقت الثقافة المنتشرة وكلنا نتكلم حتى الحاجات اللي احنا مدرسنا يا فندم النهاردة بقت انجليش ولا اي جي ولا امريكان ده نائبني في امريكان ده نائبني في اي جي يا فندم. عايز اقول لك حاجة بس عايز اقول لك حاجة نقطة نظام بقى شبابنا احسن شباب في الدنيا حتى اللي لابس كده وبيقلد الغرب وهم اللي عملوا صورة وهم اللي عملوا حمل التمرد وهم اللي مش اللي habían خلينا معروض خلينا بعيد على الصورة خلينا المعيد يا فندم شبابنا احسن حتى لو في walk شبابنا بيقلد الغرب يا فندم انا لا 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 يا انت تتعلم شبابنا دلوقتي انه هم سيئين لا لدينا نرفع عليك قضية لا طبعا شبابنا كل اللي لبس بنطيل سقطة وبنطيل متقطعة بيقلد الغرب بتأليد اعمى وانا بنصحهم ان بدل ما يقلد الغرب بدل ما نجيب لي ابني منطلون مقطوع من على فكر بالمناسبة انا عندي ولد عنده خمس سنين لبس منطلون مقطوع وغير مرضو وممتو بقى بتدعي ان ده يعني الموضة يا فندم ده ربنا من قطر غضبه علينا من قطر غضب ربنا علينا يا فندم من قطر غضب ربنا علينا ان لبسنا هدوم الشحتين هدوم الغلابة تروح المقطع اللي مترقعة الموضة دي وغالية جدا ده شوف ربنا من قطر ربنا علينا ماشي مش بالملابس بالعقول ما يفي عقول متقطعة يا فندم ماشي ما اختلفناش بس سنين مفي سقوب في العقول يا اخي اذا بتليتم فاستتروا يعني السقوب في الملابس اقل خطرا من سقوب في العقول السقوب اللي في العقل ده واقل به انا مش شايفه انا شايف لبسك ما انت لابس لبسه هو محترم بدل محترم هو وشخلك حلو جميل لو تطنع بدل متقطعة زي دي لو تلمس متقطع بقى وبعدين يا الامي بيه الله احنا مش فيك يا اينا